الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم مجددا في فقرة جديدة من فقرات عيد الفطر المبارك سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وإن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وسدادا اللهم أمين وجد التحية والترحيب بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أيمن صيدح مرحبا مجددا بشيخنا الحبيب الله يحبك ويشبر خاطرة أمين وإياكم ورفع الله قدرك وبرك في عمرك في صاعت شكرا الحبيب في فرحة العيد وفي أيام العيد وحكي كلمتنا عن الفرحة بالعيد المنضبطة بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمتنا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه ومع الصحابة الكرام كلمتنا عن الفرحة بشرع ربنا سبحانه وتعالى وبدين ربنا سبحانه وتعالى يقال أن من استطاع أن يعيش العيد في هذه الحياة الدنيا بهذا الانضباط وبهذا الجمال وبهذه العظمة يرزقه الله سبحانه وتعالى أيضا عيدا في الآخرة أو في جنة الله سبحانه وتعالى هل هذا صحيح وكيف يكون؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كل عام أنتم بخير حاجة بألف صحة وسعيد وأسأل الله أن يديم عليكم المعروف ونعمة الإسلام اللهم أمين أحببنا في كل مكان بارك الله فيهم وحفظهم لابد أن نعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى ما شرع الشرع إلا لسعادة الإنسان لا يريد أن يعاقب بهذا الشرع ولا يريد أن يشق عليه لذلك ترى في مواضع كثيرة مسألة اليسر والتيسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها إلى هذا الأمر ومن عاش السعادة بضابط الكتاب والسنة وهي مطلوبة من المسلم أنه يسعد ويفرح ويهنأ ويبتسم وليرى هذا الأمر نتيجته في حياته هتلاقي الأولاد أسوياء لا يخدع بسهولة ومنهم بقى من يرى أن في الزواج فعلا الآية تتحقق السكن والهدوء ما شاء الله والمودة والرحمة جميل والنمازج الموجودة حاليا على السحر للأسف من شبابنا أقول السبب فيما هم فيه ما يحدث في البيوت من البعد عن كتاب الله والسنة أن يشوف الأذى بيحدث بين الزوج والزوجة أن الزوج يتمنى الإذاء للزوجة ويكره لها الخير بل يتمنى أن تنتهي الحياة حتى يفارقها لدرجة أن في بعض الناس يقولوا والله أنا لو لقيتها في الجنة هروح النار أوزو بالله دي مشكلة يكره الأولاد في الزواج دي شفتها كتير جدا الأولاد مش نقصين لأن الأولاد بيتعرضوا لشبهات خطيرة جدا أنا على سبيل المثال يا سيدنا رف الله خضرك شف بنشوف الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج نعم لفظ أنفسكم تلاقي شبابنا بدأ أن الناس يعني تدخلوا في متاهات الشبهات وفي حاجة اسمحوا ريا عام إيه الإسلام اللي أنتم ضبطين نفسكم به ده ويدخلوا على الإنترنت زي ما حضرتك قلت الوسائل الخطيرة صحيح الوسائل المدمرة آه يعني فعلا أنا ما أرى بقى يعني أناس زي ما حضرتك في موضع مسئولية وملتفت لهذه الأشياء اللي بيغيب عنها ما احترام للجميع كبار المشايخ بيغيبوا عنها مش كلهم طبعا نعم كثير منهم بيظن أن المسألة سهلة النهاردة حبيب قلبي لم يعد التلفاز هو فقط الموجود في قلب البيوت طبعا ده بيبقى للشباب اللي لسه صغير في السن لأب والأم للشباب برضو اللي زينا وكل حاجة وكلام ده لكن غالب الناس تلفزيونهم في جبهم اه فعلا صحيح لما ترى شبها من الشبهات زي دي تتيقول لك يعني ايه المشكلة يعني أن نعمل حاجة اسمها تعدد أسر بنشوفها كتير لا الكلام اللي احنا بسمعه ده مش هوصل لعيد الجنة اللي احنا هنقوله عليه دلوقتي لا استيام يا شيخ من حبيب واعتزد عن المقاطعة حضرتك لكن أني أصبح التلفزيون اللي في جيب كل أخ وكل أخت في بيتها أو في مكانها أو في شغلها أو في المدرسة أو في الجامعة بقى أخطر بكثير جدا من التلفزيون ايه لأنه ساحة مفتوحة يمكن أقول لحضرتك الدراما فيها مشاكل فيها إحاقات معينة فيها عنف فيها كذا وكذا لكن في جزء من الرقابة لازال موجود وإن كنت مش أقول لي رقابة كاملة لكن فيه جزء من الرقابة لكن مسألة السوشيال ميديا أو مساحات تواصلة يعني ما فيهاش أي رقابة يعني مساحات مفتوحة تماما وبالتالي أصبحت مساحة حرة لتسريب مادة الإلحاد لتسريب التشكيك لتسريب زعزعة الثواب تشيخنا باسم التنوير وباسم البحث العلمي وما إلى آخر ذلك من أسمين سموها يعني نعم حضرتك أشرت إشارة رائعة نعم إن لازال التلفاز في ضابط إن لم يكن الضابط ممن يرون المواد التي تنشر فالضابط في إنه أمر عام تلفزيون عام إنما الخاصة لهنا ده مشكلة صح يعني الأمر العام ده حضرتك بالأسرة هتقعد كده كده الشاشة كبيرة والناس ستشوفها وهيبقى فيه ضابط حتى لو فيه مخالفات هيبقى فيه حتة كنترول نعم إنما اللي مفيش فيه كنترول ده لما أكون لوحدة خالص بها عيش حياتي لما أرى إن الناس تروج لحتة تعدد الأسر نعم بعض الناس من شبابنا طبعا لأنه ما قرأش ما جلسش أمام الشاشات المحترمة أو المنابر المحترمة معذورين الشباب صحيح ما حدش دلهم أو نفروهم عن هذه المسألة نعم بقصد أو بغير قصد فلما نيجي نقول لي واحد تعدد الأسر لا يجوز يقول لك إزاي لا يجوز أنت بتشيجعوه يقول لي يا حبيب قلبي ما إحنا مش عارفين نفرق بين الشبهات اللي بيحطوها لشبابنا نعم بفرقه بين تعدد الأسر وتعدد الزوجات تعدد الزوجات تعدد الأسر ده معناه أنك تتيح للشباب أنهم يتكلموا في مسألة إيه مثلا أني واحد يقول لك إيه المشكلة يا عم تخلينها حرية زي الغرب الغرب بينشوف ما شاء الله وخلي بالك عايشين كده أن يبقى فيه واحدة تزاوى الكلب نعم وواحد يتجاوز كلبة والعزو بالله يا رب السلام هم ما فطنوش للمعنى أو للآية ما عندهمش النصوص ولو كان عندهم النص مش فاهمين النص تبصت لو ومن آياتي أنا خلق لكم من إيه من أنفسكم ما هو من نفس بتاعتك لا يجوز أصلا أن واحد يقول لك والله أنا عم الشيخ كان كاتب على جنية وما حدش يلومه يقول له ده جين اطلع ده ما نفعش أنك تتجاوز أصلا حاجة من غير نفسك ربنا قال من أنفسكم من الجنة جنة ربنا فالحضرتك إنما أنت تقول لي والله أنا معلش بختلي به شوية وهذا شرع مولانا أنا متزوج متزوج إيه من قالك أنه بنت ألا الشيخ ولا بتعرف لما يجي شبابنا النهاردة يقول لك إيه المشكلة لما نتزوج الحاجة تانية من غير الجنس بتاعنا لا ينفعش شفت حاجة عجيبة سيدنا بقى بخطورة السوشيال نعم سمعت خبر كده وطبعا طبيعتنا إحنا المفروض بنشاهد أحيانا للتعليق أو نتأكد من الخبر نعم يعني أنا شفت بيقول لك زفاف بنت فرنسوية إلى كلب كلب أنا ما كنتش متصور فقلت ادخل على الخبر ده بشوف الفيديو نعم ادخل على الفيديو أنا طبعا عملت ردود يعني وبيانت معنى الآية من أنفسكم طبعا فيه فائدة من المشاهدة بس مش كل حاجة قدر شاهدها لأن فيه حاجات تفجأ خلص ما نقدرش يعني فبدأت أدخل العجيبة اللي هتخلي الشباب بقى لا الأسرة هتنفع في الدنيا ولا عمر رايح لا يعيش العيد اللي احنا عايشينه ده والفرحة والسعادة اللي فيها هنا وصرود دي ولا هيقدر روح الجنة فبسط كده لقيت إن فيها فعلا بنت فرنسوية وتخيل العود الفرنسوي والعيون زرق والشعر أصفر خلي بالك هتقول لي انت شفت ده كله عم الشيخ ومالي عنا ندخل لا شوفش الكلب وانا عاوز أشوف البنت اللي ماسوفها أصلا وفعلا لقيتها ماسوفها لكلب لما يزف البنت دي بالشكل ده لكلب معلش حالك بتكلم عن وقع حقيقية ده حقيقية مش مثل الكلب هتجوز بنت بنت بالشكل اللي أنا قلت عليه ده اه يعني أنا اللي خلانا أدقق مش عشان إن أنا عايز أشوفها بالشكل ده وتزف إلى كلب نعم أنا لما أشوف ابني أنا مش عاوز أجيب أي حد تاني ينظر إلى هذا المنظر هو مش لاقي بقى والدنيا صعبة وبعدين يقول لك لا الحياة وبعدين يزفه البنت الجميلة دي الكلب الولد بدل ما يروح يصلي ولا يوحد اللي هيهوى وخلي بالحضر ده مشكلة خطيرة احنا بنقول الأسر اللي بالشكل ده مش هتعيش الفرحة الأصيلة صحيح والسعادة عاوزين ننقل الأسرة من هذا الأمر اللي احنا يمكن تكلمنا أنا وحضرتك في اللقاءات اللي تسبكت أن الحياة الجميلة لما نضبط الفرحة على كتاب الله والسنة أنا بنقول لكش ما تسمعش أغاني اسمع بس ما تجيب ليش حاجة حرام فيه ولا تتقرب حتى لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالثناء عليه ومدحه بما حرمه هو صلى الله عليه وسلم ما ينفعش ده أقبح ما يكون ده أنت لو طلعت تتغني أغاني عاطفية أرحم من أنك تخالف سيدنا النبي وأنت تقدم له الثناء والمتى وهنا شيخنا الحبيب اسمح لي أن أشير بإشارة لإخواننا الكرام وأخواتنا الشباب بتحديدا المغتررين بكل اللي بيلبس برنيطة يعني أي حاج جاية من الغرب أي حاج جاية من أوروبا يفتكر أن هنا الحداثة هنا التكنولوجيا هنا التقدم العلمي التقدم البنياوي التقدم في كل شيء اسمع لما أشار إليه في ضد الشيخ إيمان أن هناك أمور في الحقيقة هي أبعد ما تكون عن الحرية وعن الحقوق وعن الإنسانية كيف لامرأة أن تتزوج بكلب أو برجل أن يتزوج بكلب أننا نتكلم عن وقائع حقيقية ده فضلا شيخنا الحبيب عن الشزوز ده أمر سهل هناك يعني هيئ جدا الآن أن يتزوج الرجل برجل وأن تتزوج المرأة بمرأة هذا فضلا عن القتل الرحيم أن يقتل أو أن يقتل الرجل نفسه إن أراد أن يترك الحياة هذا ممتشر شيخنا الحبيب في عائلة الدول في أوروبا يسمونه بالقتل الرحيم إن هو يروح ياخد حبا خلص أنا جريت الحياة فيترك الحياة كلها وهذه مشكلة أستاذنا الكريم إن فعلا اللي بيحصل هناك ده هم بيظنوا إن ده تطور وده تقدم وإن هم وصلوا إلى كمة هذه الأشياء بما يفعلونه هم من تصرفات بتخلف عندنا الكتاب والسنة نقول لهم لا الدليل على إن ربنا بيكشفهم أحنا في لحظات العالم كله توقف نعم أمام فيروس أين العلم الذي كان عندهم دي دي كلها خدعة نعم إحنا الأصل في المسائل إحنا ما بنقولش تعلم مما أخذوه مننا ثم طوروه يعني لما تيه كل العلوم الموجودة على السحنك أصلها من عند العرب والمسلمين نعم ما بنقولش إن هم لما بدأوا يطوروا بعد كسلنا إحنا ما تاخدش منهم لا أخذ منهم لكن خذ منهم الأصل بتاعك بالضبط لكن ما تراشد أنسك خلف هؤلاء فتدمر نفسك وتدمر أسرتك وفي الآخر مش هتسعد لا بدونيا ولا آخر نعم إحنا عايزين ننتقل بالسعادة اللي إحنا شايفينها هنا دلوقتي والفرحة اللي إحنا شايفينها في العيد نعم والأمور الأسرية اللي إحنا شايفينها دي تعالى بقى ننتقل بها إلى الجنة نعم ونشوف إشارة الله تبارك وتعالى لعباده في الجنة هيقدم لهم أيضا إذا شئنا أن نقول ترفيه نعم هنجده في الجنة نعم بتسمع وعايز تسمع وبتحب لزة السماع هتسمع في الجنة نعم لما تسمع هناك حورية تتغنى لك نعم زي ما أنت عايز تسمع هنا أنت قد حجبت نفسك عن حرام في الدنيا واستمتعت بالعيد بما هو حلال فتجد هذا الأمر عوضا في الجنة بما هو أرقى وليس هناك مقارنة الله أكبر لما تسمع بها حورية تلقاك ولما أجأوا الحورية بعض النساء غار لأ أنت في الجنة أرقى وصوتك أجمل نعم فيعني ما فيش منافسات ثم إن أصلا قلبك هناك لن يكون بمثل الحال الذي نحن عليه في الدنيا نعم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا من غل نعم أو يعني سبحان الله ما فيش حاجة اسمها حسب بقى بش حاجة اسمها الكلام ده أنت أنت سيدة القصر في الجنة أصلا الله كل الدنيا اللي حولك دي كلهم تحت إيديك نشاء الله فلما تيجي الحورية ولا الزوجة تتغنى بما حرمنا أنفسنا منهم في الدنيا والله ما هو حرمان نعم لأن إحنا ما بنسمع الحرام الواحد بيحس أنه فعلا مريض القلب لكن لما بيتخلص منها كده وبعد ما يمشي يحس أن فيه صحة في القلب وفي العقل وفي النفس وبي نم مرتاح نعم لما تيجي الحورية تقابل الواحد بقى هناك نحن الخالدات فلا نمتنا ماشاء الله نحن الخيرات الحسان الله أزواج قوم كرام طوبى لمن كان لنا وكنا له طبعا الزوجة بتروح تطلع بقى بصوت أجمل نعم في منافسات برضو ماشاء الله هوا يعني مسابقات ومنافسات برضو ماشاء الله تقول نه يعني تطلع هي تقول لها رد أعظم من كلامها كمان وتقول والله نحن يعني المصليات ولم تصلي نحن يعني احنا صبرنا ولم تصبرنا تبدأ ترد عليها ردودة عظيمة جدا وتبدأ تقول لها كلام ربنا بيفتع عليها بها تغلب هذه المهم في الآخر في متعة وفي صوت بنسمعه حتى أن رأينا في يوم المزيد لما بنلتقي ماشاء الله وطبعا بيبقى في يوم الجمعة حتى هو بيسموه يوم العيد في الجنة الله أكره يعني ما منعاش العيد بهذه الكيفية وبهذه الطريقة وما بنقول لكش أفل على نفسك أخرج وكل حاجة واستمتع نعم وروع على البحر اطلع للجبل اللعب قورة اجري مع الزوجة تلعب قورة شخصيا اه ان شاء الله حتى الان حتى الان ان شاء الله يعني فيه حاجات بحاول عشان برضو يعني من ضمن الاطرائف العجيبة ان بعض مشيخنا نعم كان في مرة خدني في جيم ماشاء الله تخيل المشيخ وبعدني قال لي بقى يشتغل بقى كان عنده محاضرة بالليل ماشاء الله وقال لي لازم نشتغل جيم الظهر كده نعم وأول مرة قبل الشيخ فأخذني في الجيم واشتغلنا هو معدي الـ 65 سنة أنا ذاك يا رب سلم ماشاء الله وشغال ماشاء الله الله أكبر يعني ماشاء الله وشغال واحد ادنين تلاتة ماشاء الله وانا جيب تلاتة وانزل نعم زعلت منه بقى لما ايه أنا طبعا الراجل فلاح يعني ربنا واخدنا على حتة اسمها السونة اهو ايه المشكلة يعني ما احنا في عيد ما برضو خدوا العيال وروحوا في اي حتة السونة ده مالقناش يا عم وقال لعب من أدواء ومشاء الله فدخلني في السونة دي وانعرش عني سونة نعم وبدأ يزودوا الفحم وهو قاصد ان يعملني بالطريقة دي في اللقاء الأول يعني فأنا هموت فببص لي كده أقول له انت عمرك كامل يقول لي كذا فأنا في نفسه أقول لي مش هموت ده أنا بس كان هو زي كان هو خب ستين ممتش فأنا أصغر واخن مخرجني بقى وراح من دخلني قال لي المفاجأة وراح مع عدنة مية تلج ناشا الله تلج فأنا أول معدت كده فبيقول لي نتناقش بقى نعم قلتول نتناقش قال لي عايز حاجة بتقول هالي وحنا عادين كده في المية كده قلتولوا أولادي كانوا بعثين لك سلام نعم قال لي كانوا بتقولوا أكانوا لأنا عايز أعرفك ولا أشوفك ولا أقعد معك تاني قال لي يا شيخ يعني اللفظة اللي حضرتها قلتها انت بتاع كرة يا شيخ قال لي يا شيخ ينفع أنا أطلع أتكلم عن الجهاد هيا يا شباب لابد أن نكون كرسول الله صلى الله عليه والصحابة الكرام نعم قال لي لو درستم ابن الرحشات موش تيما كان مدرش أول هاي نعم كان عنده ثمانين سنة الكافر ده ويضرب رجله على الأرض ما يحطش رجله على أي حاجة في الفرس ويطلع فوق ينفع شيخ تكلم عن الجهاد وطلعه على الشاشة بكرش ويقول له ما تكرش نعم نعم رحب تكاسم زي حضرتك كده قال لي هو كده بالظبط ما المانع ما المانع أن تتروح عن نفسك أن اللي هيعيش جو الإسلام الحقيقي في الدنيا والله العظيم لا يعيش في عيد في الدنيا وعيد في الآخر الله أكبر فإحنا لما نروح هناك بقى ربنا تبارك وتعالى يعطينا الجمال كل يا رب يا رب يجمعنا وياك شيخ أيمان بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحب المشاهدين الكرام يا رب أمين يا رب وده على فكرة أيضا من اللي هنشوفه في الجنة نعم من ضمن الطراف اللي تقدم العظمة اللي هتقدم لنا نعم إن حضرتك هتقابل النجوم الله ولما نيجي نتكلم عن النبي إركن أي حاجة اسمها النجوم على جنبه ولا قمر ولا الكلام ده لا لا ده حيوتاني ولا نمبر ون ولا الأسطورة نعم نعم نحنا بنتكلم في رسول الله محمد من ترام هناك صلى الله سترى آدم أبو البشر عليه عن نبي نصوات وصوله سترى نوح الذي أجر الله له السفينة تعالى مشاهد نسمى الكلام ده في القصة العنبياء ونفسينا نسعد نشاء الله ما إحنا بنجي في العيد بقى يا سلام لوانا راح أتفسح عند الهرم وشفت ممثل يا انهرابيض ده اليوم شيء اسمح لي أنا شيخنا الحبيب أقول يحشر المرء مع من أحب أيه فرصة نذكر بيا مشاهد الكرام من تحب وممعن ستحشر يوم القيامة يا سلام على فكرة أنا سرحت وانت بتقول في ثوبان ما شاء الله ثوبان رضي الله عنه وأرضاه يعني عشان بعض الناس يقول لك احنا فين والعيد ده يبقى فين نحن احنا نروح ازاي الله حضرتك جبت عبادة بسيطة لكنها راكية جدا نعم سيدنا ثوبان رضي الله عنه وأرضاه كان يجي صلاة الفجر كده رسول الهدى قد راحض عليه ان كل شوية ثوبان الجسد ينحل وجهه يشحب ويبكي كل ما ينظر للنبي محمد فقال له ما بك يا ثوبان أنا بشرع طبعا المعنى ما بك يا ثوبان قال يا رسول الله صلى الله يعني أنا أشتاق إليك من الحشية إلى الصباح يعني أنت بتسيبنا الحاجات الخاصة بقى وراح البيت فبشتاق إليك فترة الليل لحد ما تيجي الفجر مش قادر أنام فأبقى ماذا أفعل يوم القيامة وأنت في أعلى علمين وأنا أين سأقول فجه قول الله تبارك تعالى أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين يحشر المرء معه مع من أحب بتحب سيدنا النبي تحب الأنبياء هتبقى معاه في العيد وبعدين زي ما قلنا تسمح صوت الحرية داود عليه السلام الصوت الحبيب النبي هو بكر القرآن صلى الله عليه السلام صلى الله عليه السلام صلى الله عليه السلام وبعدين فوق كل هذا خالق البشر الله أكبر لما يجي بقى ينادي على العباد في يوم مزيد نعم أين عباد الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني الله أكبر أين الذين صدقوا برسالاتي واتبعوا أمري الله إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني الله يسأل سبحانه وتعالى هل رضيتم سبحانك يا رب الله خلي بالحضرتك إن العلماء في الدنيا علماء في الآخر فيحتروا الناس في المسألة يا رب ارضى عنها فيعطيهم الأم العلماء في الدنيا هم العلماء أيضا في الآخرة في الآخرة سبحان الله لهم كان يعني هما في ساحة القيامة الناس كلها يا رب ارضى عننا فيقول لهم هل بغير الرضاية أدخلتكم جنتي فالعلماء يقولوا يعني الناس يسألوا العلماء تنسأل إيه يقول سهلوني فهذا يوم المزيد يوم العيد يعني يوم المزيد في يوم العيد بقى يوم الجائزة زي ما احنا بنقول انت صمت وقمت واتفرجت على الحاجات المحترمة هتجي في يوم العيد لك جائزة عفو مغفرة وفرحة وسعادة في الآخرة نفس الكلام سهلوني فهذا يوم المزيد طبعا سهلوني طبعا نسأل إيه الجنة عرفها لهم الله بارك وتعالى فيحتاروا الناس فيذهبون للعلماء ماذا نسأل لهم قالوا سألكم الله قولوا وجهك ننظر إليه نعم النعيم اللي هيغطى على الجنة كله نعم على كل حاجة نعم احنا هنا بنرى الشيء يذكر أيضا عشان حبيبي وشبابنا والشبهات الممكن تحصل عندهم لما بنجي نقول إيه ويقول الله لهم أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني أين الذين صدقوا برسالاتي واتبعوا أمري هنا عايز أحط قاعدة بين قوسين تشيل الوسواس وتسقط يا كائد الشيطان للنفس والقلب للناس لأن بعضهم هيقولك إيه هو صوت ربنا إزاي يبدأ يتصور اللي أنا بقوله على صوت ربنا نقول له وضع هذه القاعدة عشان تشيل المسأل ده كله نعم لأن الصوت ده اللي أنت سمعه في الجنة سمعه موسى على جبل الطري بسيناء يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدسته بعض الناس يقول لك تبا أنا عايز أتصور صوت الله يا عم مين أنا ومين حضرتك ومين الدنيا أصلا إذا كانت الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أش إذا كان المخلوق ما ينفعش تتصوره لأنه مش هتقدر صحيح يبقى هنجي على الخالق سبحانه وتعالى يا عم كل واحد يقف مكانه نعم فنقول لك بقى فنضع بقى الحتة القاعدة اللي هي إيه اللي هي خرجتني أنا نفسي وانا صغير من حتة الوسواس نعم أن كل ما ضار بذلك فصوت الله أعلى وأجل من ذلك طالما عقلك وصل لها يبقى مش هو المسألة مش هتقدر لأن ربنا سبحانه وتعالى حسامها في آية محكمة ليس كمثله شيء يا السلام هو السميع يا السلام أنت جبتها بقى بالنص القرآني الذي ما ينفعش بقى أن نجيب حياة بعده بقى أحفاظه احنا قلناها بالطريقة اللي هي بتاعت الناس تفكر بي جميلة جميلة لكن فعلا أنت حضرتك جبت الدليل القطع على كلامي ده نعم أنه هو ايه يعني كل ما دار ببالك أنا عقل وصل للمسألة دي نعم يبقى مش هو نعم مش مستحيل ولا خطرة على قلبه أشر الله نعم ده في الجنة المخلوقة نعم فالبالك برب العز سبحانه وتعالى ففرحتك في الدنيا بالحلال هتبلغك البرامج العظيمة في الجنة نعم واحنا بنقول بقى مجازة برامج لكن ده هناك بقى يعني مطلق السعادة نعم مطلق الفرحة نعم يعني مطلق المتعة ولا شيء يتوقف عند حد معين نعم يعني ده من جمال الجنة لا ملل فيها يعني يعني ولدينا مزيد دي كلمة مفيش فيها يسمعها احنا خلاص لن تتوقف عند حد معين في مسألة المتعة والجمال حتى شكل الإنسان في الجنة نعم وشكل المرأة مختلف واحد يقول لك يا عم أنا فلان لعب الكرة تزوج ملكة جمال مصر أو العالم بعد يمن ثلاثة بيعتاد نعم هناك في الجنة في كل يوم مزيد ترى الأمر قد تغيب ما شاء الله يروح الرجل والمرأة ويشاهدوا وجه الملك فيعود الرجل فيقول والمرأة تقول لقد ذهبت بوجه وعدت بوجه آخر غير الذي رأيتك علي الله أكبر إيه الجمال اللي أنت فيه ده ما شاء الله وبعدين تروح إلى الرجل والله ما رأيته أجملا ولا أكمل ولا أبهى منك منظرا وجمالا ليه؟ لأن فاض الله عليه بنوره غير أن أصلا في الأصل إحنا طبعا الحكاية أن ربنا نرى وجهه يا رب يا رب دي حاجة لا توصف من نتيجة التي حدثت على وجوه العباد في الجنة في يوم العيد نعم إنما في الأصل التكوين والشكل والجمال ربنا كون الإنسان في الجنة بشكل رائع نعم يعني لو واحد بس من أهل الجنة اطلع على أهل السماء والأرض أو أهل الدنيا ورأوا هذا الجمال يغيب عنهم كل لذة في الدنيا إن يشوف المنظر ده وجوه يوم إذن نعيم إن شاء الله فما ظنك إن أفاض الله عليه جل وعلا الله بلذة النظر إلى وجهه الكريم الله أكبر ولدينا إيه؟ مزيد يوم العيد شيخنا الحبيب وقت الحلقة انتهى سبحان الله وقت الحلقة حضرتك أثرت نقطة في غاية الجمال والعظمة وده الرسالة عاوزيني نوجهها لكل مبتلة لكل حزيم لكل مريض لكل يتيم جميل لكل رجل فقد أمه أو أبوه أو زوجه أي صاحب بناء في هذه الدنيا ماذا تقول له لتبشره بيوم المزيد أكل له أبشر لأن الله تبارك وتعالى يحبك نعم فإن كنت من أهل الإبتلاء فهذا حب من رب الأرض والسماء طالما أنك أنت على الإسلام نعم واعلم أن عندنا قاعدة حتى لا ترهق نفسك في الحياة وتنقص على نفسك هذه السعادة التي نرى نعم مريض مبتلة ما عندك شيء حرمت من شيء معين اعلم أن هذه من الله تبارك وتعالى ابتلاء سيأتي من بعده السعادة نعم إن رضيت نعم فما ظنك بالرب الله يعني أنا ما ربنا يجيب لي حاجة مخرج بشغر لكم نعم 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 بصحبة نخبة من علمائنا ودعاتنا وأبنائنا بإذن الله سبحانه وتعالى كل عام أنتم بخير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد